طبعا زي ما بنقول من ساعة الثورة أن كل يوم في مصر في أحداث جديدة وحوار وجدل كبير على مواضيع مختلفة النهاردة المفروض نحن في انتظار نتائج يعني بتاعة المرحلة الثالثة الجولة الأولى في المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات برلمان الثورة مجلس شعب الثورة 2011-2012 يا رب تبقى مؤشرات كويس وإن كان أكيد كلنا عارفين مؤشرات رايحة فين لغاية دلوقتي نتكلم عن ده وحاجات تانية اللي بتشغل الرأي العام واللي بتشغل أراء الناس في الجرائد ومجلات وفي البيوت وفي الشارع في تاكسيات وفي كل حتة مع ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو أستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير دريد الشروق نهارك سعيدي أستاذ عماد الدين نهارك سعيد عماد الدين بداية كده عايزين نعرف مؤشرات المرحلة الثالثة والأخيرة في انتخابات مجلس الشعب إذا صارت الأمور كما صارت في المرحاتين السابقتين واغلب الظن أنها ماشية في نفس الاتجاه فإن التير الإسلامي هو الذي يواصل حصد غالبية المقاعد قد يكون هناك تحسن ما في موقف القتلة أو الوفد نسبيا لكن ذلك حتى لو بفرض أنه حصل تغير كبير فإن ذلك لن يؤثر كثيرا على موازين القوى الرئيسية التي صارت موجودة بالفعل في البرلمان المقبل وهي أننا بصدد أغلبية من التيار الإسلامي هذه حقيقة صارت موجودة على الأرض بحكم النتائج المعلنة على الأقل حتى الآن لموقف التيار الإسلامي وخصوصا الإخوان والسلفين بل بالعكس ويزيد إذا حسبت المقاعد الذي حصل عليها حزب الوسط فهي تعزز هذا التصور علينا أن نتعامل مع حقيقة سياسية صارت موجودة لدينا وهي أن التيار الديني هو الذي سيتحكم في البرلمان المقبل بس داي خليني برضو أتساءل يعني في الوقت اللي فيه مش هزا أقول هجوم بس فيه انتقادات كثيرة لتصريحات التيار أو إسلام السياسي بشكل عام خلال فترة اللي فاتت في نفس الوقت يعني ده بيزيد والاعتراضات على تصريحاتهم بيزيد وفي نفس الوقت مقاعدهم إن ما كانتش هي هي فهي كمان بتزيد ده يدل على إيه على المجتمع المصري يعني هل إحنا عندنا إزدواجية ولا إحنا شايفين نقرأ وإيه نقرأ ولا إحنا بنتعامل مع الموقف إزاي؟ هذا سؤال مهم بس إحنا بنتصور الانتقادات لما بتزيد للتيار الإسلامي كأنه المواطن الذي يذهب الانتخابات بيعرفهم المواطن الذي يعني علينا أن نحلل أولا من الذي يذهب ليضلي بصوت اللي صالح مرشحة تيار الإسلامي هو رجل لا يتعامل كثيرا مع وسائل الإعلامة التي تودي مثل هذه الانتقادات للتيار الدين على سبيل المثال هو يتعامل مع المرشح مباشرة المواطن الموجود في الريف أو القرية أو الناجع أو حتى المدينة أحيانا في المنطقة الشعبية ده يعني لا يتعرض كثيرا لوسائل الإعلامة التقليدية التي تهاجم أحيانا أو تنتخذ التيار الدين وحتى إذا سمحها وتعرض لها فهو لا يصدقها من وجهة نظر لأن هذا التيار يقول له دائما خد بالك دول العلمانيين الليبراليين اللي يروحوا الكفر اللي يروحوا النار فده لغز بسيط جدا هو لا يسمع المواطن بسيط لا يسمع حاجة لهذا الشعب ثانيا في سؤال ممكن يبقى أخسر يعني تحقيدا من هذا السؤال وهو ليه هو التيار الديني بيقول أحيانا زي مثلا السلفين في خلال الأيام الأخيرة بدأوا يتكلموا عن الأمر المعروف والنهي على المنكر وسمعنا بعض القصص عن تعرض مواطنين وفتيات لمثل هذه الأشياء نعم والميكروباسات والفصل بين الجنسين ورغم ذلك يحصدون الأصوات كثيرة لأن المواطن البسيط الذي يضل بصوته أيضا للتيار الإسلامي هو يتعرض للخدمات أحيانا علاقته بالتيار الإسلامي استطاع هذا التيار أن يصل له هذه الحقيقة تحسب لهذا التيار عملا منظما وجيدا طبقا للقواعد الانتخابية اللي الناس بيشتغلها هو يذهب في الحي الشعب أو في القرية ويوزع مساعدات اجتماعية وللأمانة كان يوزعها قبل الانتخابات عندما توزعين كراتين والزيت والسكر والصمور والمساعدات الاجتماعية والبطاتين في الشتاء والتأمينات الصحية فالمواطن البسيط ما يشغلوش إن ده كتلة ولا سهلا هو بيعرفش هو بيعرف شخص الشخص ده بيجي يدينه فلوس أو بيديله كراتين أو بيديله تموين فبيروح يدينه صوته السؤال الأهم بعد كده طيب الرجل ده إمتى هيقدر يحكم حكم حقيقي على المرشح سواء الإخواني أو السلفي أو بتاع الكتلة عندما يختبره في المجلس بالفعل صحيح هل هذا الرجل حياتي أنا كمواطن مصري هتتصلح وتتحسن ولا لا هو ده اللي يخلين مرة جاية في الانتخابات ربما يسهم للتصويت من أجل مصالح حقيقية وليس من أجل شعرات وده برضو يسأل في نفس الفكرة نبعتقد أن تيما يحدث دراسة اجتماعية تحديدا على السلفين يعني يمكن الإخوان المسلمين من زمان فعلا وهم علاقتهم بالشعب علاقة قريبة جدا وعملين يعني دور دولة جوا الدولة وده شيء ما نقدرش ننكره في ظل دولة كانت مفككة وما بتقدمش أي خدمات للشعب بس السلفين تحديدا اللي بدأنا نشوفهم بشكل كبير ما بعد الثورة فقط أنا عايزة أعرف العقل اللي يخليني أنا كمواطن كل السلفين بيقولهولي هو لي علاقة أنا أسفل لي علاقة بقمع الآخر يعني هو كل التصريحات بتاع السلفين حتى الآن قال لي علاقة بإنه المحجبة هلبسها المش محجبة هلبسها اللي بتعمل غلط هعمل مشافة إيه واللي بيعمل كذا هعمل فيه إيه طبعا أنا عملت لي إيه؟ ما قالش حاجة لسه غير أنه هيدخلني الجنة معرفش إزاي طبعا إزاي نختاره يعني لأنه مقاليش حاجة كل اللي عملوا قمع الآخر ما هذا سؤال برضو مهم هو أنت بتتصوري أو أصحاب هذا التفكير وكثير مننا بنهم كنا بنهم بدا أنه المواطن المصري الذي يذهب لصنطوق الانتخاب هو يذهب هو كامل للوعي السياسي وعنده خلفية سياسية كتير وفهم كل الفرق بين برامج الأحزاب وأنه يذهب إلى الصندوق ولديه كل هذا الخلفية وهذا طبعا ليست صحيحا المواطن المصري هو زكي ولماح وحاجات كتير جدا لكن وعيه السياسي المتعلق بالانتخابات ليس كبير هو بيروح بيقول لك والله أنا أهدي صوت الرجل ده لأنه رجل كويس بتعرب بنا أو بتعرب بنا أو لأنه فلان قريبا اللي ده كويس أو هو على باب اللجنة يقول لك أنا أنت خمين ماشي فبالتالي لما هو بيروح يصوت هو لا يعرف الفروق الجوهرية بين المرشحين وبين التيارات الوعي السياسي في مصر مخافض التربة الحزبية مخافضة جدا لا توجد لدينا تراث أو ميراث من السياسة اللي يخلي غالبية المواطنين على أقل تذهب لتدلب أصواتها على أساس برامج سياسية نحن نزهم ليه التصويت لجاري أو ابن بلدي أو ابن قريتي أو ابن علتي أو يعني الرجل اللي عرفه لكن لا أذهب ليه لأنه هو لبرالي أو ماركيسي أو شيوعي أو رأس المالي أو إسلامي أو أنه هو هيطبق برنامج سياسي هيؤدي إلى تغيير الحياة إلى الأفضل أو للأسوأ فبالتالي نحن نصوت لأفراد فيما يتعلق بالتيار الديني الفارق فقط خصوصا في النقطة المتعلقة بالسنفيين المواطن البسيط يذهب أحيانا ويصوت له لأنه يؤمن بنفس أفكار بمعنى هو يرى أنه مقتنع أحيانا أن مشكلة مصر أن البنات اللي ماشي مش بتحجمها وصل له هذا الحساس هتوليله إيه؟ تقول له حاجة تعني تقول له المستشفى مفاش حاجة والمدرسة عايزين مدرسة عايزين مستشفى وأن الحجاب دوا مصر كلها محجمة دلوقت القضية مش الشريعة في مصر الشريعة كانت موجودة كمادة تانية في طوال عهد حسن مبارك وحنة كانت زي الزفت فالقضية مش أن أنا أحط المادة التانية المادة موجودة هم عايزين يملوه أحكام الشريعة برضو المصريين مش محتاجين مادة تانية حتى يقولوها في المتاعش المطبوة لأن هم فعلا مؤمنين بالدين بفهمهم الخاصة للدين فبالتالي هو أحيانا كتير فهمه البسيط اللي هو المواطن بعض الناخبين مش كل الناس أنه مشكلة تقول آه والله لو احنا عملنا انتخبت الرجل السلف ده لأنه ده رجل بتاع ربنا أحوالها تتغير أنا لا ألوم عن مواطن المصري لأنه انتخب السلفيين أو الإخوان لأنه هذا خياره الطبيعي لكن علينا أن نلوم القوى السياسية الأخرى التي يعني تطنطن كثيرا وتتحدث كثيرا وهي جاء أحدة في بيوتها أو أحدة في المنتديات الكبيرة أو في التلفزيونات أو على الطريق طب ما تنزل وتروح تقعد عند الناس دي وتخنحهم ببرامجك عشان انتخبوك انت الرجل المواطن البسيط مش مطالب مش هيطلع لفوق أنا بفرض أنزله تحت عشان أقوله وبعدين ينزل بمعنى أنه ينزل مش مرة ويلبس جلبية ويعمل المسرحية يعني ينزل بجد بمعنى دائم واحتكاك يومي ودائم لأنه العمل السياسي مش حاجة وبيمش بالضبط يعني وده خليني أتكلم على خلص هو أمر الله نفذ والمجلس أغلبه إسلاميين وفي الآخر زي مقولنا المحك هو العمل السياسي في الفترة اللي جاية والأفعال اللي هتتحمل بس احنا عندنا خير لما جعلوا خير كده كم كرسي كده مختلف كم كرسي لبرالي يعني كم كرسي من المجتمع يعني من المدنيين التانين يعني غير الإسلام السياسي هل دول ممكن يبقوا جبهة محترمة داخل المجلس ولا هيبقوا أقلية 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 لا أنا تصوري مش هيكونوا أقلية لأن هي مجموعة الناس اللي نجحت يعني فيه على أقل فيه حوالي هيبقوا من 20-25% مشتيار إسلامي فيه رموز يعني عندنا عمر حمزاوي مصطفى النجار عمر الشبكي محمد أبو حامد البدن فرغالي الخضيري فيه رموز كتيرة محمد عب عليم فيه وفديين فيه الناس من الكتلة فيه زياد بها الدين دول يعني موجودهم يعني ده صعب أن أنا أقول على واحد فيهم يعني بنائب أنه نائب واحد لا ده يستطيع أنه هو يتحدث والهدف مش أنه إحنا مباراة ومبارزة من اللي هيتفوق على التاني أنا على المستوى الشخصي مبسوط أن التيار دي نخد أغنبية ليه لسبب بسيط إحنا عندنا مشكلة أنه طول الوقت التيار الإستامل في المنطقة العربية كلها بيقول دون فرصة إحنا ما خدناش فرصة نحن نتعرض للقهر والتنكين من كل السلطات وتفضل بقى فرصة فالفرصة جات ما خلينا نختبر الناس دي لسبب بسيط جدا إذا نجحوا وعملوا شيء كويس جدا على غرار ما حدث في تركيا شكرا أن أخواننا كملوا أنتوا كويسين هو أنا أنا القضيئ بالنسبة لي الناخبين أن نواب دول وسيلة مش غاية لو قدروا يعملوا للشعب حاجة تخليه يشعر أنه هو الأفضل وأن حياته تفضل كويس والله إذا فشلوا في ذلك فالشعب يقول لهم شكرا إحنا قدناكم مجرمناكم قدناكم الفرصة وانتوا فشلتم مش هنديكوا أصواتنا تاني مش هنديكوا أصواتنا تاني وهننتخل من ناس تاني يبهينا المطلوبين نظام سياسي راسخ يخلي الناس دي لما توصل للحكم وهي في التشريع ما تتبتش في الكرسي وتاني مش نازلها تاني وده يخلييني أسألك بقى توقعاتك إيه لأول جلسة بتاعت يوم 23 يناير هل هيبقى أولها قرارات اللي تخليهم قاعدين في البرلمان ويقمعوا الشعب أكتر وأكتر وأسوأ من الفترة اللي فاتت ولا ممكن يبقى فيه قرارات مختلفة هي أول جلسة هتبقى جلسة إجرائية يعني الاجتماعات كده والكرنهات والناس رح يعني أول يوم في المدرسة فالناس بتتعرف على بعضها لكن أنا تقدير الشخص إن الإخوان المسلمين يعني هم عندهم حنكة سياسية كبيرة وهم على فكرة تقدير الشخص إن هم بيكتابنا الآن سمعنا أخرى كثير جدا بدأوا يبعثوا كوادر كتيرة وناس إلى دول خصوصا تركية عشان يعرفوا تجاربها هم عارفين إن دي صعوبة مش سهولة إن هم ده تحدي أتار الديني فوجئ جزء كبير منه بالعدد المقاعدة لأخذها أو كانش هم كمان متوقع محدش كان يتوقع إن هم يقضوا هذا العدد وبالتالي بيقع عليهم مسؤولية كبيرة جدا أنا هتصور إن هم كانوا بيحلموا 35-40% يبدوا بعدها ياخدوا الأغلبية في الانتخابات اللي بعدها فوجئوا إن هم يخدوا الأغلبية دلوقت فبالتالي خدوها في وقت صعب جدا وحساس وفيه مشاكل وتحديات كبيرة تواجه مصر داخليا وخارجيا الشعب عايز تصور إنه يبقى فيه معيشة أفضل وضع أفضل وضع دولي أفضل إن إحنا نستعد دورنا إن إحنا يبقى دولة كبيرة طريق بمصر فعلا إزاي هتعمل لده؟ ده عايز فلوس كتيرة جدا عايز تصور سياسي عايز نظام سياسي حقيقية بني طب ده كلها تحديات الإخوان يدركون ده موضوع عارفين إن فيه مشكلة كبيرة جدا الفوز عمل لهم مشكلة بمنطق إنه يرتب عليهم مسؤولية جامدة إما إنك إنت تنجح عشان بعد كده تقول والله أنا أستحق فرصة تانية وتالتة وإن أنا كنت فعلا بقول للشعب ده حاجة حقيقية أو إن أتعثر فبالتالي هم محسين بالمسؤولية ربما المشكلة دلوقت عند السلافيين ولن تطول بمعنى هو دلوقت لسه في مرحلة الفرحة والنشو إن الشعب الداني يوقف جنب لإن أنا بقول الشريعة قد يكون ذلك صحيحا ولا يقول الحق إذا قال ذلك ولا نستطيع أن نكذبه لكن تعالى حبيبي طيب هنقعد بقى نتكلم في الواقع الناس آخر الشهر عايزين فلوس المرتبات والأكل والشرب والمدرسة والمواصلات والخلامات والأدوية وكل شيء فيضطر يشتغل سياسة غصب عنه ورأينا بعض ملامح ذلك إينا أنا هو في مجلس تشريعي مش في مجلس ديني يعني إحنا رأينا يعني لمحة من ده لما طلع المتحدث باسم الناطق الرسمي باسم حزب النور يوسر حمد وقال نحن نحترم الاتفاقات السياسية الموقعة مع كل دول العالم ومنها كان بنيفت قال نحن نقبل السياحين من كل دول العالم طيب أنت كنت بتقول عكس كده السياحة حرام بدأ يفهم يعني الفارق بين الخطاب الموجه إلى نقبة جمهور قليل جمهور التيار السلفي في المساجد والزوايا والمناظق والغرف المغلاقة وبينها خطاب مفروض موجه إلى كل مصر وكل العالم لأن المساجة مش هتبقى تهريج صحيح هي دي اللي هو ده التحدي فبالتالي أنا واسخ أنه جزء كبير من شعارات الحاجات اللي بتتهي من أجل دغدغة مشاعر المواطنين أو التيار أو الجمهور الخاصة بالتيار الديني هنوصل في النهاية إلى الأمور مش هزيغير كتير ربما يحاولوا التحسين في حاجات لكن على أرض الواقع سوف يصطدمون بواقع صعب هيبه التحدي وقتها إزاي نغيره مش إزاي نقول عليه شعارات صحيح طيب لسه بنكلم برضو عن الإسلام السياسي ومن أبرز التصريحات اللي قادلة بيها التصريح الإخوان المسلمين يعني أن هم قالوا أنه هم هيمنحوا حصانة للمجلس العسكري ما بعد أنه يمشي وده يفتح شوية تساؤلات هل المجلس العسكري محتاج حصانة دي حاجة الحاجة التانية هل الإخوان المسلمين لسه بيحاولوا يعملوا الرشاوة السياسية أو ما عرفش بقى للمجلس القوات المسلحة ولا إيه يعني التصريح ده دلالاته ومعنائي هذا التصريح قاله محمود غزلان الناطق الرسم اسم الإخوان كان قاله للشرؤ من حوالي أسبوع وعشر تيام نحن نقبل بحصانة ماء مع المجلس العسكري تمام حصانة ماء كان الناس وقتها استغربوا ماذا تعني الحصانة قبل الانتخابات كما تسكنين كان هناك وثيقة اسمها وثيقة تعالي السلمي طبعا الوثيقة دي كانت كل الناس قبلها ما عدا في مدتين 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 تسعة وعشر متعلقة بوضع الجيش خصوصا ميزانيته ودوره بعد الحياة السياسية بعدما يبقى فيه نظام انتقال إلى حكم شعب مدني منتخب والإخوان تتذكرين يوم 18 نوفمبر قالوا لا أو بتاع مش احنا اللي نقبل ده وعملوا مليونية حاشنة في مدان التحرير لرفض وثيقة السلمي وكانوا خايفين على شوية حاجات بس خاصة المدتين دولة طرح الآن فوجينا أن الإخوان بيقبلوا مده أو بصيقة ما الناس بيستغرق بيقولك بصي الناس مش عم مش مبدئين السياسة يا أخوان ما فيهاش مبادئ السياسة هي دي السياسة ما دولش كده أنا مقدم جدا هل ست بنفهم سياسة بلاش ما فيهاش مبادئ كده من أول لا 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 أنا مش بقصد كده يعني هناك فيه شيء يتقال طيب أنا هقول لحضرتك هنرجح تاني لحكاية السلافيين قبل كده بيقولك العدوان الصهيوني وإسرائيل الكافرة أو يلا الجهاد ولا جهاد وهو في المعارضة بس لما هيجي الحكم يقولك أنا بقبل الاتفاقيات صحيح هذا ما أقصده وفيه حيانا فيش حد سياسي بيطلع يقول إلا في المثال جدا إن أنا مبادئ هي واحد اتنين ثلاثة ومش غيرها قررت لعنترية دي برضو لا تصلح في السياسة كل مرشح أمريكي بييجي أول حاجة يقولها عشان يرضي اللوب الصهيوني أنا هنقول السفارة الأمريكية من القدس الغربية إلى القدس الشرقية صحيح ولا واحد فيه عمل ده لأنه لما بيوصل بيكتشف أنه في واقع سياسي عليه أنه فيه حاجة اسمها الدول العربية وفيه المترول ولو عمل ده يخسر الدول العربية فبيؤجل القرار تمام فالأخوان المسلمين الناس قالوا تصريحات قبل الانتخابات عشان يخسب الشارع إن أنا ضد منح العسكري حصانة هو بقي في السلطة دلوقت أو بقي موجود في مجلس الشعب معاه الغربية هيبتدي يتكلم سياسة السياسة اللي يبتدي ما هو الدور أنا هنا بحاول أفسر إيه هو سر التناقض ما بين ما قبل وما بعد إيه اللي خلق موقفك متغير الآن علينا نحنا نسأل السؤال الجوهري والرئيسي هو الصيقة بتاعت المجلس على قوات المسلحة أو القوات المسلحة ما بعد اندخال السلطة المدين هتبقى إيه هذا السؤال صعب ومهم وهنجاوب عليه إيه يعني إيه آجلا أو عاجلا يعني إيه هتبقى إيه هتبقى المجلس أخوات الموية جيش مصر يعني لا ما هو جيش مصر هو اللي حضرتك حال الاقتراح بتاعة التسعة وعشرة ده ما كانش جاي كده من الهوى طبع كان قبل كده كان حسن مبارك موجود هو عسكري طحيح فبالتالي هو رئيس المجلس على قوات المسلحة فالقوات المسلحة مش محتاجة تقول أنا عايزة وضع خاص وضعها في دستور 71 هي واحدة من المؤسسات الرئيسية في الدولة وبالتدافع عن حدود مصر صحيح بعض الأصوات بتقول إنه بمي إن إحنا مقبلين على فترة جديدة فيها وضع مختلف سياسي مختلف قائم على الحرية والتعدد وبرلمان منتخب هل من الصواب إن أنا الوضع العام بتاع القوات المسلحة ودورها في المستقبل أحطه في مواد مكتوبة ولا هتم بكده حاجة مفهومة ضد ذلك آه ماشي ماشي هناك خلاف حول أي صيغة أفضل طيب الناس اختلف لما الناس رفضت التسعة وعشرة طل حد متحدث في المجلس العسكري قال إنه المشير بيقول إن دور القوات المسلحة ووضعها لن يتغير عما كان موجودا فيه دستور 71 الاخواء المسلمين بما أنهم الأغلبية وبما أنهم اللي هيكون لهم دور في كتابة فبدأوا يعرفوا إنه هنا نرجع على الحقائق على الأرض بقى كيف سنصل إلى صيغة خلاقة تطبئ للقوات المسلحة إن دورها إن الميزانية بتاعتها يعني مش هتتعرض لل مش عارفة أقولها لك إزاي مش هيا حد كده يتكلم فيها معدي لأت يبا فيها صيانة مالية أو والدور الخاصة بجيش نفسه هذه مسألة يعني حساسة ومحتاجة محتاجة جهد وإبداع ولو الناس قعدت مع بعض أظنها هتوصل لطريقة جيدة نصيغة يعني نصيغة تطرد الجميع صحيح طيب وده يخليني عشان وقتنا خلاص بيخلص بين حينك ذكرت الدستور وإحنا برضو الشعب وكلنا متلحبطين يعني دلوقتي المجلس الاستشاري ليه دور ولا المجلس الشعب بس ليه دور طب الدستور الأول ولا الانتخابات الرئاسية الأول ولا مين اللي بيقول الأول يعني وفيه الوضع العام اللي تحط فيه يعني الإعلان الدستوري بيرت مجموعة من الجدول الزمني يبغي ألا يعني نغيره طبقا للإعلان الدستوري لكن اللي كان موجابها أن الدستور الأول سمع الرئيس لكن بعد ما حصل اللي حصل فيه محمد محمود والأصر عيني والناس قالت فيه تعجيل فيه طلبات بتعجيل بتعجيل فبدأ الناس كتير يخترحوا أنه ننتخب الرئيس الأول تمام وحصل كتير وطار المستشار طار المشري كان وجهت نظره ده أنه ده ممكن يمشي لكن خبراء سياسيين وخبراء دستوريين النهاردة متكلمين للشروف عدد النهاردة بيقولوا لأ الدستور أولا ثم الرئاسة لأنه لا يصح أن أنا أنتخب رئيس وهو مش عارف صراحياته ايه مش عارف دوره في الدستور وهذا هو الوضع الطبيعي ثم احنا نتخلل مجلس شعب مجرد دستور يعني شمع لا مجلس الشعب في أنه يدوره آآ سابت يعني برضو ما الدستور أكيد هو اللي بيحدد يعني ده نعم ولا إيه بس مغنت نعم إذا بنجعنا للخناء الأولينية هو أصلا دستور أولا بشكل عام قبل الشعب نعم ما هو ده هي إن إحنا الإعلان للدستور اللي تحط من البداية فرض علينا ده آآ إن الدستور إن المجلس الشعب هو اللي بيختار لجنة تأساسية آآ إحنا ممشناش طبقا للتجربة التونسية إننا منتخب لجنة تأساسية لكتابة الدستور وبعد كده أرجع من مجلس الشعب ثم رئاسي ده من وقت نظر كثيرين إنه ده كان الطريق الأفضل لكن إحنا مشهنا في مسار وللأسف الشديد مش هينفع آآ نترجع عنه فعلينا إن إحنا نقبل به بأقل الأضرار الممكنة تمام فإذا إحنا دلوقتي هنبقى الحل المتوقع الدستور الأول ولا انتخابات الرئاسية الأول الدستور الأول ده المتوقع نعم بحيث إنه انتخاب رئيس الجمهورية يكون فيه رئيس الجمهورية منتخب آآ قبل واحد سبعة طيب وده خليني برضو ختاما أسأل المجلس الاستشاري هل المفروض إنه هو يبقى ليه دور في سيوات الدستور ولا هو استشاري جدا بس على حد تعبير رئيس المجلس دكتور منصور حسن قال بوضوح إنه لا دور للمجلس ده ليتدخل في عمل اللجنة التأسيسية بالمرة يعني اللي هيحط اللجنة التأسيسية هي أغلبية بتاعت مجلس الشعب لكن أنا تقديري أنا هيكل دور بس دور من تحت الترابيس من تحت مش هيبه معلن لا بس ده ده يتعرض مع الكلام اللي كنا بنسمعه بتاع إنه لازم لجنة تأسيس للدستور لجنة تأسيسية للدستور لازم تقوم ممثل الشعب كله وكل الفئات وكل التواقف ما هو هنا ده دي النقطة المهمة جدا اللي هي متعلقة به الآليات والإجراءات اللي يتم بها انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية مش مين اللي هيختارهم اللي هيختارهم مفروض مجلس الشعب هذا مسلم به لكن الطريقة اللي هيختاروها بها إيه والإجراءات وبين كم واحد ممثل لنقابة أو لجامعة أو أكبر حزب جوه المجلس مفروض يمثل بكام ونزبته دي الطريقة دي هي اللي تحدد كيفية كتابة الدستور عنا مو ربنا وستور في كل الأحوال وبنتوقع وبنتمنى الخير في الفترة اللي جاية أستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جديدة الشروق شكرا جزيلا نيفاندم على وجودك معنا النهاردة شكرا خلصت الحلقة وكان ختاما كده تعليق على أهم الأحداث اللي بتحصل في الساحة المصرية في كل في معظم المجالات يعني والحوار ده اللي احنا تكلمنا فيه ثلاثة اربعة ومش هيخلص النهاردة لأنه لسه مكمل معنا شوية حلوين يعني نتمنى بس أن اليومين جايين يفضلوا مع الدين كده بسلام بدون أي مشاكل ولو بس الموضوع حوار سياسي وحوار كده في التفكير وفي الأفكار ده شيء إيجابي جدا وده بعطنا خطوات نحو الاستقرار بجد وإن احنا فعلا نعيش في بلد وفي وطن حقيقي بيحترم المواطن بكرة حلقة جديدة من نهارك سعيد ويا رب يبقى نهارك سعيد